وهذه إذن ساعة جديدة من التغطية المستمرة على العربية وفي آخر الأخبار تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين نتنياه قوات الفرقة السادسة والثلاثين التابع للجيش والمنتشر عند الحدود الشمالية المحاذية لجنوبي لبنان تصاعدت حدة القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان في وقت تحاول فيه القوات سمرار عملية التوغل البرية أيضا أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا لإخلاء نحو 25 منطقة في جنوب لبنان حيث طالب الجيش في بيان سكان الجنوب اللبناني بالتوجه فورا إلى شمال نهر الأول كان الجيش الإسرائيلي أصدر قبل يومين انذارا مماثلا لأكثر من 35 قرية وبلدة جنوب لبنان طلب فيه من السكان إخلاء منازلهم شمال نهر الليطاني وعدم العودة حتى إشعار آخر في المقابل أعلن حزب الله سهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة حيفا شمال إسرائيل الحزب قال في بيان إنه استخدم في الهجوم طائرات مسيرة وأن هجومه أصاب الهدف كما أشار الحزب لقصف مناطق ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل بالصواريخ في خمس هجمات أخرى منفصلة على الأقل أفاد المدير العام لوزارة التربية اللبنانية عماد الأشقر بأن قرابة نصف طلبت لبنان البالغ عددهم مليون وخمسة وعشرين ألف طالب أصبحوا نازحين بسبب الغارات الإسرائيلية دفع القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أسبعين دفع الوزارة إلى تأجيل بدء العام الدراسي حتى الرابع من نوفمبر المقبل على كل حال نذهب إلى بيروت الآن دكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم اللبناني ينضم إلينا دكتور عباس مرحبا بكم معنا في هذه التغطية على العربية معاليك أعلمت أن التعليم الدراسي سيبدأ يوم الاثنين الرابع من نوفمبر المقبل على أي أساس تم اختيار هذا الموعد؟ مساء الخير إليك للمشاهدين الكرام الحقيقة أن اختيار تاريخ 4 نوفمبر جاء لإتاحة الفرصة أمام وزارة التربية لتنفيذ الخطة التي وضعتها بالنسبة لتعليم التلامذة النازحين ولسيما في مراكز الإيواء حيث قدمت وزارة التربية ما يفوق 600 مؤسسة مدرسة وثانوية ومهنية رسمية كمراكز إيواء وكنا بحاجة إلى هذه الفترة ثلاث أو أربع أسابيع لنتمكن من أحصاء التلاميذ وتحديد أماكن تواجدهم هم وأفراد الهيئات التعليمية ودراسة إمكانية إيجاد مراكز بديلة للتعليم وتوفير مستلزمات التعليم من بعد بما يحتاج إليه من إنترنت وتجهيزات إلكترونية وسواها سأذهب لهذه النقاط دكتور عباس في حديثنا معكم ولكن كيف سيعود التعليم والمدارس أغلبها نازحون اليوم أريد أن أفرق بين أمرين بين تاريخ أربع نوفمبر الذي أعلن فيه بدء العام الدراسي في المدارس والبهنيات والثانويات الرسمية وبين إتاحة الفرصة أمام المدارس الخاصة التي توجد في مناطق يمكن لها أن تفتح أبوابها ولكن وضعنا قيود على ذلك وشروط لأن هناك مدارس خاصة عديدة قد باشرت التدريس في شهر سبتمبر واضطرت إلى التوقف نتيجة القرار الذي اتخذناه بإقفال المدارس في فترة انتهت تنتهي هذه الليلة وعليه نحن فرقنا بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة لأن هناك مناطق تستطيع المدرسة الخاصة أن تستأني في الدروس ولكن اشترطنا حصول موافقة لجنة الأهل وأيضا توقيع تعهد بأن تكون على مسؤولية إدارة دكتور عباس هل من إمكانية توسيع أعداد المدارس التي تشمل النازحين لتتوسع أيضا وتشمل مدارس خاصة ليس فقط مدارس رسمية؟ يعني نحن نطالب لجنة الطوارئ والدولة بفتح مراكز في المنشآت العامة وليس كل عبء النزوح يكون على عاطل قطاع التربية لأنه من مدارسنا نحن كما هو معروف لدينا 1250 مدرسة رسمية وثانوية ومهنية ولكن البعض منها والكثير منها موجود في مناطق الحرب التي تتعرض للقصف أما الستمائة التي قدمتها وزارة التربية كمراكز هي في مناطق الأكثر أمانا ابتداء من ساحل الشوف إلى منطقة بيروت فجبل لبنان فالشمال فعكار لأنه مثل ما هو معروف أن هناك أربع محافظات ومنطقة تتعرض يوميا للقصف اللي هي محافظات النبطية والجنوب والبقاع والبقاع الغربي والبقاع الشمالي والضاحية الجنوبية دكتور عباس بالأرقام هذه مناطق مسكرة لا نستطيع استخدام أي مدرسة فيها طيب بالأرقام كم أعداد الطلب النازحين في لبنان اليوم نحن تقديرنا أنه لازم يكونوا بحدود الأربعمائة أربعمائة وخمسين ألف تلميذ هم فقط من المدارس الرسمية والخاصة يضاف إليهم حوالي الخمسين ألف طالب من مؤسسات التعليم العالي يضاف إليهم أيضا حوالي 30 ألف طالب من الجامعة اللبنانية يعني عنا بحدود نصف مليون طالب نازح في هذه الفترة للأسف الشديد من على كل المستويات من الأساسي فالثنوي فالمهني فالتعليم العالي تشكل هذه الأعداد مجموع الطلاب النازحين وهم ليسوا فقط في المدرسة الرسمية أو في الجامعة اللبنانية ولكن أيضا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفي المدارس الخاصة طيب دكتور عباس يعني عدد كبير جدا على ماذا تعاولون بأن تنتهي هذه الأزمة وهل لديكم خطة فيما يتعلق بإخلاء هذه المدارس التي تملأ الآن بالنازحين الذين قد لا يعودوا إلى بيوتهم لأنها دمرت ربما هذه هي مشكلة كبرى بصراحة لأنه هل نستطيع في هذه المرحلة أن نقول للنازح إخل المدرسة قبل أن يتأمن البديل يوم غد هناك لجنة وزارية وأنا عضو فيها كوزير للتربية هذه اللجنة التي تنظر في حالة الطوارئ التي يعيشها لبنان سأطالب بإيجاد منشآت عامة وفتحها تخفيفا لأعداد النازحين أو على الأقل لحصر النازحين في عدد معين من المدارس لتنكين وزارة التربية من استعادة هذه الأبنية وإعادة فتح المدارس أمام التلامذة الذين هم ينتسبون إليها نعم دكتور عباس ولكن هذا أمر لا تقرره فقط وزارة التربية تمام دكتور عباس هل يمكن أن نسمع قرار من قبل وزارة التربية والتعليم وأن يتخذ قرار بالتعليم عن بعد أونلاين قرار جدي كما كان في فترة كورونا بصراحة كلية يعني المعروف أننا في حالة حرب وبالتالي هناك ترائق متعددة في التعليم هناك الحضوري وهناك المدمج وهناك من بعد أنا اليوم في المؤتمر الصحفي فتحت كل المسارات أمام المؤسسات التعليمية ولكن لفترة محددة أملا بأن تنتهي هذه المحنة التي يعيشها البلد وأن نستعيد مؤسساتنا وأن يلتحق طلابنا وأساتذتنا بمعاهدهم ومدارسهم وجامعاتهم ولكن هذا أمر كما قلت أن التعليم من بعد هناك على مستوى التعليم العالي الخاص متوفر القاعدة وأعتقد أن لا مشكلة إطلاقا في اتباع هذه الطريقة ابتداء من يوم غد إذا أرادت إدارة الجامعة أن تفتح أبوابها الأمر الآخر بالتعليم الخاص هناك عدة مدارس يمكن لها اعتماد هذه الطريقة أما سائر المدارس والتعليم الرسمي ليس جاهزا لهذا الموضوع ولذلك منحنا أنفسنا مهلة زمنية لتمكيننا من إعداد العدة وتوفير الوسائل والإمكانيات للبدء بالتعليم من بعد إذا اضطرينا لذلك بعد تاريخ 4 نوفمبر أنا أشكركم جزيلا شكر من بيروت دكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم اللبناني شكرا نستكمل في جديد الأخبار حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات وصفت بالعنيفة على مناطق مختلفة بضحية الجنوبية لبيروت أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية شملت مناطق بين الليلك والإمريجة كما سهدفت مبنى يقع قرب محطة وقود شفت الفتحة دربه هناك أفاد محافظ بعلبك بوقوع غارة إسرائيلية على مقربة من قلعة بعلبك الأثرية وحذر من أن غارات مماثلة سيكون لها أثر سلبي على الموقع الأثري سواء من الدخان الأسود الذي يؤثر على الحجارة أو حتى من قوة الانفجار الذي قد تؤثر ارتجاجاته على الموقع حتى لو لم يتم استهدافه مباشرة نذهب لان إلى بيروت ومعنا من هناك كريسيان بيسري موفدة العربية كريسيان أهلا بك معنا في هذه الساعة كريسيان ما حقيقة الأنباء التي تتحدث عن توقف حركة الطيران أو إمكانية توقفها في الفترة المقبلة هل اتضحت الأمور؟ أهلا بك نادين قبل أن نتحدث عن وقف الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أود فقط أن أشير لأنه منذ قليل سقطت غارة في كيفون في علي استهدفت مبنى في مشروع الحياة فيه مكتب للمراقبة أو للاتصالات وأدى ذلك إلى سقوط جرحة ولكن لم نتمكن بعد من معرفة أعداد الجرحة ووضعهم وما الذي تم استهدافه تحديدا بس هذه الغارة هي الوحيدة التي سقطت في ساعات بعض الظهر بالعودة إلى قضية توقف الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي كان تم تداول أنباء عن توقف حركة الطيران منذ الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا من الليلة الآن بسبب ما حدث بالأمس وبسبب ما ممكن أن يحدث بعد تناقل معلومات عن إمكانية استهداف إسرائيل لإيران هذه الليلة والأخيرة أقفلت مجالها الجوي وبالتالي أحدث ذلك بلبلة هنا في لبنان باعتبار بأنه أيضا مطار بيروت ممكن أن يوقف رحلاته تواصلنا مع مصادرنا في شركة طيران الشرق الأوسط وأكدت لنا بأنه كل شيء لا يزال على حاله لم ولن يصار إلى إيقاف رحلات الجوية لا يزال المطار يعمل كما العادة تسير شركة طيران الشرق الأوسط حوالي 30 رحلة يوميا وبالتالي كل هذه المعلومات هي عارية عن الصحة طيب كريستيان في موضوع آخر صار في بلبلة نوعا ما مؤخرا بشأن استخدام إسرائيل لليورانيوم المنضب في هجماتها في لبنان ما التفاصيل إذا ذلك؟ نعم بالفعل لجنة الكيميائيين أو نقابة الكيميائيين كانت أصدرت بيانا اليوم قالت فيه بأن إسرائيل استخدمت قنابل محرمة دولياً تحوي على اليورانيوم المنضب بالضاحية بيروت الجنوبية وحذرت المواطنين من الاقتراب من أماكن الاستهداف بحوالي كيلومترين وقالت بضرورة أن يرتدوا فيما لو طروا إلى الاقتراب من هذه المناطق المستهدفة ضرورة أن يرتدوا لباساً معيناً مخصصاً لذلك أن يضعوا الكمامات لعدم استنشاق الغازات التي تتسبب بها هذه القنابل التي تحوي اليورانيوم المنضب وهذا ما حذى بوزارة الصحة إلى أصدار بيان قالت فيه بأنها تواصلت مع الهيئة اللبنانية بالمخصة بهذا الموضوع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والأخيرة قامت بتحقيقاتها وتوصلت إلى نتائج مؤكدة بأنه لم يتم استخدام هذا النوع من القنابل التي تحوي على اليورانيوم المنضب وبالتالي كل هذه المعلومات عارية عن الصحة وقالت بأنها ستصدر بياناً فيما بعد لتفصيل نتائج تحقيقاتها وبأنه لا يحق لأي جهة بأن تصدر بيان بهذا الشأن إلا إذا عادت إلى نتائج تحقيقاتها وكريسيان أيضاً هلك أنت ضاعين في آخر التحركات السياسية لوقف اطلاق النار؟ بالفعل نادين كان هناك تصريح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ قليل تحدث فيه منذ حوالي الساعتين تحدث فيه عن إصرار الحكومة أو الإبقاء على موقفها من تطبيق القرار 1701 ووقف لإطلاق النار وقال بأنه إذا قبل الطرف الآخر بوقف إطلاق النار فإن الجانب اللبناني حتماً سيقبل بذلك وقال بأنه لا يتحدث عن إمكانية أن يطالب بوقف إطلاق النار لأنه لم يفتح هو النار وتحدث عن أن الحكومة مستعدة لإرسال الجيش إلى الجنوب للتعاون بالتعاون مع اليونيفل للانتشار بنقاته هناك ولكن الجيش بحاجة إلى العتاد بالنسبة للعدد الجيش يملك العدد الكافي ولكن بحاجة إلى أن يتم دعمه بعتاد معين وكان رئيس الحكومة أيضاً شكر مبادرة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بعقد مؤتمر لدعم لبنان هذا الشهر في باريس لدعم لبنان مادياً ولدعم أمنه وعبر الدعوة إلى تطبيق القرار 1701 بما أنه كان هناك مبادرة اتفقت عليها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والدول العربية وبالتالي أشاد بهذه الدعوة التي قام بها ماكرون وداخلياً نادين أيضاً كان لافتاً موقفان لنواب الوفاء لكتلة الوفاء للمقاومة لنواب حزب الله الاثنان تحدثا عن ضرورة وقف إطلاق النار وعدم الاستمرار بربط جبهة لبنان بجبهة غزة وبالتالي كان موقف لافت بالقول بأنه يجب أن نعمل على وقف العدوان الهمجي على أرضنا وأهلنا وإعادتهم إلى بيوتهم هذا الأمر أولوية ومن ثم عندما يتحقق هذا الأمر لكل حادث حديث شكراً كريسيان ونشير إلى جديد العواجل يقول مسؤولان إيرانيان لرويترز بأن قآني كان في لبنان بعد مقتل نصر الله وأنه فقد الاتصال بقآني منذ تفجيرات الضحية الخميس الماضي هذه جديد الأخبار وسط التساؤلات حول مصير قائد فيلق القدس أين هو إسماعيل قآني بعد أن فقد الاتصال به وبعد تداول المعلومات بأنه كان من ضمن المستهدفين في الغارة العنيفة جداً التي استهدفت الضحية الجنوبية في الأيام الماضية وكان من بين أيضاً المستهدفين هاشم صفي الدين الذي كان من المفترض أن يكون الخليفة المحتمل لأمين عام حزب الله الذي اختلته إسرائيل حسن نصر الله نستكمل في جديد الأخبار وأيضاً مع الضيوف العربية وحتى أيضاً وفدت العربية الآن التي نمت إلينا رفاة سعد من القدس رفاة هل تسمعيني؟ رفاة أهلا بك معنا بطبيعة الحال هناك حالة تأهب قصوى في إسرائيل استعداداً للرد على إيران في أي وقت وأيضاً ذكرى 7 أكتوبر فبالتالي كيف تترجم هذا التأهب الإسرائيلي رفاة؟ صحيح نادين قناة كان العبرية نقلاً عن مصدر إسرائيلي تتحدث أن قائد القيادة الأمريكية الوسطى طلع على استعدادات الجيش الإسرائيلي للرد على إيران طبعاً منذ يوم أمس كانت هناك تأكيدات من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الرد سيكون خلال 48 ساعة وأن الرد سيكون حتمي ومهماً سيكون حدثاً مهماً مثل ما ذكرت مصادر إسرائيلية وسيكون هاماً بالنسبة للعشية السابع من أكتوبر طبعاً هناك صور انتشرت للمحتجزين من جديد على أسوار القدس أيضاً نشهد الغارات منذ يوم أمس على شمال وغرب غزة القوات الإسرائيلية تتحدث أن هذه الغارات سوف تتواصل وتستمر لغاية الساعة السادسة والنصف صباحاً أي لحظة دخول مقاتلي حماس إلى غلاف غزة عشية السابع من أكتوبر طبعاً هذه الغارات مستمرة منذ يوم أمس على غلاف غزة والقوات الإسرائيلية تقول هذه الغارات أنها ستستمر لعدم حدوث أي رد من حماس في رشقات صاروخية على غلاف غزة خاصة وستكون إسرائيل يوم غد في حداد من الساعة السادسة والنصف صباحاً وسوف تنكس الأعلام الإسرائيلية وأيضاً عن إسرائيل يوم سيكون اليوم مساء اجتماع لنتنياهو يعقده هذا المساء في الكريات اجتماعاً أمنياً خاصاً سيكون خاصاً بقطاع غزة بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية وطاقم المفاوضات لا يزال الحديث هنا نادين عن موضوع المفاوضات وإعادة المحتجزين وأيضاً سيتم مناقشة خطوات عسكرية إضافية ضد القطاع وكيفية معالجة قضية المساعدات الإنسانية هذه أبرز التصريحات بخصوص عشية أحداث السابع من أكتوبر أما إذا نتحدث ميدانياً فالرشقات الصاروخية مستمرة منذ الصباح البكر على الشمال الأسرائيلي طبعاً الجيش قبل قليل أعلن بيان أن منطقة أو مستوطنة المنارة والمالكية ويفتح ستكون مناطق مغلقة ويمنع منع باتاً الدخول إليها طبعاً نتحدث عن هذه المستوطنات هي القريبة جداً من الحدود مع لبنان حيث تدور هناك المعارك البرية نتحدث عن المعركة أو الدخول البري المحدود الذي ذكره الجيش الإسرائيلي والذي يدور حالياً في مارون الراس وبلدة يارون وتدور اشتباكات عنيفة هناك الرشقات الصاروخية أيضاً طالت صفد وطالت أيضاً قاعدة ميرون العسكرية كانت هناك رشقات صاروخية على مستوطن تشلومي وعكة الصواريخ اليوم كانت تتراوح بين قصيرة المدى ومتوسطة المدى يقول الجيش الإسرائيلي أنه اعترض أغلبها فيما سقط بعضها في مناطق مفتوحة وسقط أيضاً صاروخ متوسط المدى في البحر هذه أغلب التطورات الميدانية أيضاً كان هناك اليوم كانت زيار نعم يعني أكمل فكرتك هو أنه انتهى الوقت رفاه شكراً دائماً على كل هذه التفاصيل ولكن إن كنت تريدين إضافة أي شيء ما نعم كنت أود أن أتحدث عن زيارة رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو إلى الفرقة 36 حيث قرأت هذه الزيارة وسائل الإعلام الإسرائيلية لرفع معنويات الجيش الإسرائيلي وأنها خطوة لعملية توسيع العملية البرية المحدودة مع جنوب لبنان شكراً جزيلاً لكي من القدس موفدة العربية رفاه الساعد شكراً بتأكيد سنكون معك في سياق هذه التغطية في نفس ساعات المقبلة وهذا مسؤول إيراني لرويترز يقول بأن قآني كان بضاحية بيروت لحظة تفجير الخميس الذي استهدف هاشم صفي الدين فيما يقول مسؤولان إيرانيين لرويترز بأنه فقد الاتصال بقآني منذ تفجيرات الضحية الخميس الماضي وقال المسؤولان الإيرانيين لرويترز في جديد الأخبار أن قآني كان في لبنان بعد مقتل نصر الله وهذا مسؤول إيراني أيضاً يؤكد بأن اسماعيل لقآني وهو قائد فيلاق القدس كان بضاحية بيروت لحظة تفجير الخميس الذي استهدف هاشم صفي الدين نستكمل الأخبار هذه التغطية وهذه المتحدثة باسم يونسف قالت للعربية أن الوضع في لبنان مزري للغاية مشيرة إلى أن العائلة تفر من أجل النجاة والعثور على أماكن أكثر أمناً الأوضاع في لبنان مزرية جداً خصوصاً بالنسبة للأطفال العائلة تفر من أجل حياتها وتهرب من منازلها في منتصف الليل في محاولة للعثور على أماكن أكثر أمنا أرقام وزارة الصحة اللبنانية تشير إلى أن هناك مليون ومئتي ألف نازحاً أو لاجئ من بينهم أربعمائتي ألف طفل أما المستشفيات فتواجه ضغوطاً شديدة مع تزايد أعداد القتلى والجرحة ولدت بنتي من عشرين يوم لما ولدت أكيد كان الأحداث بس كان الوضع عندنا بعده مش كتير متئزم بس كان عمره عشر تيام قزم الوضع كتير ودربوا الضيعة وقاللنا لازم نفل من الضيعة وهربنا وكان كل الطريق قصف وغارات ودلينا حتاشر ساعة الطريق لوصلنا على سيدا وأنه هون قاعدين نحن خمس عيل مع بعض إنه شو خمس عيل وفي طفلي بغرفة واحدة قال أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية لواء محمد خير قال للعربية إن لبنان بحاجة لوقف إطلاق نار لاستعاب حركات النزوح وإن كل المساعدات التي يستقبلها لن تشكل فارقاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد هذا ويلجى اللبنانيون إلى البحر كوسيلة للهروب من القصف الإسرائيلي يأتي ذلك بعدما أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من وإلى لبنان ما ترك الآلاف من الناس يتدافعون الفرار بحثاً عن الأمان موسيقى 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 معنا هنا في الاستوديو الدكتور إليل هندي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور إلي أهلا بك معنا لم يعد السؤال اليوم إلى هل ستتسع وإمكان اشتعال حرب شاملة في لبنان أصبح السؤال إلى أي مدى ستتسع صحيح يبدو أن الوضع مستمر كما هو والضغط الإسرائيلي يستمر كما هو ويتوسع بحسب الحاجة العسكرية أو بالأحرى بحسب اكتشاف إسرائيل لفرص معينة يجب أن تأخذها بضرب إما مخازن أسلحة أو قادة موجودين في أماكن معينة ولكن أيضا علينا أن نراقب كيف تتعاطى إسرائيل مع تهجير اللبنانيين والذين هم بمعظمهم طبعا من بيئة حزب الله وكيف تصدر أوامر الإخلاء أو كما نقول أصبحت أيضا تصدرها إلى ما فوق نهر الليطاني وصولا إلى صيدة وغيرها من الأماكن وهذا ما يزيد كثيرا من الضغط النازحين على باقي المناطق وعلى المجتمع اللبناني طيب دكتور إلي هل يمكن لحزب الله اليوم ترميم نفسه برأيك بعد كل ما يحصل ليس فقط على صعيد العسكري بل على صعيد فكرة لأنه هناك من يقول بأن الفكرة لا تقوى عليها المدافع وحتى الدبابات أو أي غارات صحيح أكيد أنه بالمطلق توقع إسرائيل بأن تقتلع حزب الله وتقتلع حماس بالمقابل وأن لا يعودوا موجودين بعد هذه الحرب هذا أمر صعب لأنه كما تفضلت العقيدة موجودة الفكرة موجودة الحزب موجود والناس موجودين لا يمكن أن يختفوا في ليلة وضحاها ولكن السؤال هنا عن قدرات حزب الله العسكرية يبدو أنها تضررت بشكل كبير جدا جدا لدرجة أن لا نعرف اليوم من يقود حزب الله من يصرح باسم حزب الله من يقود العمليات الميدانية على الأرض نحن لا نعرف ذلك ويبدو بحسب التحليل أن هناك ضباط من الحرس السوري وصلوا إلى لبنان كي يقودوا المعاركهم شخصيا وطبعا بالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية وتصريحات سيد خامني الذين وجهوا حزب الله باتجاه معين ولكن على المدى البعيد نعم على حزب الله أن يتحول إلى حزب سياسي لبناني أن يعود إلى الحاضنة اللبنانية الأساسية وأن يعمل بالتعاون مع باقي اللبنانيين الذي لا أحد منهم يرغب بأن يختفي حزب الله هل هذا ممكن وارد قابل للتطبيق وليس من باب التمني فقط حسب خيارهم هم حسب إذا كانت إيران ستسمح لهم بذلك وجدنا أمور إيجابية جدا مع تصريح الرئيس بري مع تصريح الرئيس مئاتي واعتبرنا أننا نتوجه صوب شيء إيجابي جدا ثم أتت الفرملة الإيرانية بشكل كبير واليوم لا ندري فعليا هل حزب الله أخذ فعلا قرار فصل ساحة لبنان عن ساحة غزة هذا أول سؤال سؤال الثاني هل فعلا حزب الله مستعد للجلوس مع باقي اللبنانيين لانتخاب رئيس جمهورية أولا ثم إعادة تشكيل المؤسسات الدستورية كي ننقذ لبنان بحثا عن تطبيق 1701 أو غيره من اتفاق وقف إطلاق نار كي نعيد الأمان إلى الجنوب كي نعيد بناء الجنوب كي يعود أهل الجنوب إليه والضاحية يالي دكتور إليه طالما أشرت على ذكر مسألة انتخاب رئيس هل اليوم الظروف السياسية ليست مهيئة لانتخاب رئيس توافقي على مسافة واحدة من الجميع؟ أعتقد أن الظروف مهيئة من سنتين ولكن كان هناك عائق أساسي هو رفض حزب الله كما رفض في السابق في عام 2005 عام 2011 لا يريد رئيس لا يرضى عليه أو بالأحرى لا يكون نوعا ما تحت جناحه كما نقول هل تغير موقف حزب الله؟ يمكننا أن ننتخي برئيس غدا إذا لم يتغير موقف حزب الله لن نستطيع أن نتوافق مع هذا المنطق الذي يقول إما هذا الرئيس أو لا رئاسة في لبنان بكل بساطة وهذا فعلا ما يبعد حزب الله عن باقي الأحزاب السياسية في لبنان هذا التعاطي بفوقية هذا التعاطي بشروط تقول أنه إما تسير الأمور بحسب ما أنا أرتقي أو لا تسير بكل بساطة دكتور إليل الآن في ورد ما تقوله رويترز تنقل عن محمود قماطي المسؤول بحزب الله لبناني يقول الجماعة تدار بشكل مشترك داخليا وأن اختيار أمين عام سيستغرق بعض الوقت أريد أن أسمع تعليقك على هذا العاجل أعتقد أن هذا خيارهم الوحيد لأن كل شخص سيختار سيعرض للخطر وستكون إسرائيل تلاحقه من مكان إلى آخر طبعا القيادة الجماعية هي حل مؤقت طبعا مثل ما قالنا التدخل الإيراني والدعم الإيراني هو حل مؤقت ولكن لا حل مستدام لحزب الله إلا إذا عاد إلى الحاضنة اللبنانية إلا إذا تحول إلى حزب سياسي وبالتالي الوحدة اللبنانية هي ما تحمي حزب الله وليس السلاح تبرهن لنا بعد كل هذه المقولة على مدى السنوات أن السلاح يحمي الشيعة والسلاح يحمي لبنان لم يحمي السلاح لا الشيعة ولا لبنان بل بالعكس أتى بالويلات عليهم والدمار والخراب والتهجير لا يحمي حزب الله لا يحمي الشيعة لا يحمي كل اللبنانيين إلا التوافق اللبناني إلا قيام الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية هل أصبح حزب الله مستعد لأخذ هكذا خيار؟ هذا هو السؤال ننتظر أن نراه في إشارات إيجابية ولكن أيضا في إشارات معاكسة بانتظار أن نرى ماذا سيحدث؟ هل اقتنعت أو ستقتنع بيئة حزب الله الحاضنة الشعبية له بهذا الأمر؟ يعني بين القيادة وبين البيئة أنا أعتقد بدي أفصل شوي تقول أنه من تشرد على الطرقات من تهدم بيته من نام أطفاله على الرصيف من لا يجد طعام لأولاده لا أعتقد أنه يفكر اليوم في نصرة غزة ولا في ولاية الفقه ولا في المشاريع السياسية الكبرى هو يفكر بأنه متروك وأن كل الوعود التي تلقاها على مدى عشرات السنين أدت به إلى ما هو اليوم وهذا نوع من الخذلان لا يمكن أن يبقي خليني أقول دعم حزب الله الذي كان موجود في البيئة الشعية كما هو سيتأثر حتما سيعاد صياغة هذه المشاريع ككل وطبعا حزب الله سيدفع ثمن ما أخذ لبنان إليه وما أخذ بيئته إليه وهل يمكن الوصول إلى مسألة أن يستلم قائد الجيش جوزيف عون زباب الأمور يتم حل البرلمان وتم عسكرة المنطقة لفترة مؤقتة مرحلية بشكل دستوري لا يمكن هذا الأمر في لبنان يعني هي احتمال غير موجود احتمال انقلاب عسكري أيضا غير موجود الموجود هو يمكن أن يكون إعلان حالة طوارئ ولكن حتى الحكومة هي حكومة تصريف أعمال لا يمكنها إعلان حالة الطوارئ ولا أعتقد أنها ستخلى عن دورها ومنصبها كي تعزز وجود قائد الجيش بعدين السؤال للقائد الجيش يعني ماذا سيفعل هل سيذهب ويقف بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب أم إذا أتى هل سيأتي بموافقة حزب الله يمكن أن يكون هناك فرصة بانتخاب رئيس جمهورية أو بتعزيز بكل بساطة إرسال الجيش إلى الجنوب كي يقوم بدوره ولكن هذا يجب أن يكون بعد توافق سياسي بعد قبول حزب الله بهذا الدور للجيش اللبناني طبعا الجيش اللبناني قادر أن يسيطر على الجنوب وعلى الحدود ومن هناك تبدأ المفاوضات أو تبدأ الضغوط على إسرائيل لبنانيا ودوليا كي توقف إطلاق النار وكي توقف اعتداءها على لبنان هذا هو المصار الوحيد طبعا هناك احتمالية انتخاب الجنرال جوزيف عون كرئيسا للجمهورية ولكن حتى الآن حزب الله لا يقبل بهذا الأمر مع أنه كثير من الأحزاب الأخرى والأطراف الأخرى قد قبلت باسمه كشخص توافقي غير محسوب لا على أي حزب سياسي ولا على حزب الله وحلفائه من جهة ولديه قبول كبير دوليا ولديه إمكانية أن يضبط الأمن ويعيد السيطرة نوعا ما والسيادة اللبنانية على الأراضي ولكن هذا يشترط طبعا مرة جديدة موافقة حزب الله وسيره بهذا الأمر مع باقي اللبنانيين على كل حال كنا عرضنا قبل قليل تصريح أحد قادة حزب الله والآن في تصريح آخر ردا على مصير هاشم صفي الدين وسط التساؤلات حول مصيره ويقول بأن إسرائيل لا تسمح باستمرار عمليات البحث إذن على ماذا تشير هكذا تصريحات اليوم؟ هل تؤكد بأن مصير صفي الدين واضح؟ أعتقد أن مصيره واضح للأسف لأنه لو كان غير موجود في المكان الذي ضرب لكان أعلن أو ظهر أو أصدر بيان أو أي ذلك حزب الله لن يصدر بيان قبل أن يتأكد أن الشخص قد توفى وهذا ما حصل مع سيد حسن لبعد حوالي 30 ساعة أصدروا البيان نفس الأمر بهذه الحالة ولكن هذا كمان بدلنا على مدى شراسة العدوان الإسرائيلي وعدم رغبة إسرائيل بالتوقف عن هذا الضغط وعن انتهاز هذه الفرصة الزهبية للقضاء على كل القدرات العسكرية لحزب الله وهنا نسأل أنفسنا وكثير من التحليلات تقول هل إسرائيل ما زالت ترغب بالـ 17-01؟ أم أنها أصبحت تريد أكثر من ذلك بعد هذه الزرور؟ أبعد من مسألة إزاحة حزب الله عن الحدود؟ هل هذا ما تريده اليوم إسرائيل؟ أعتقد أنها تريد ضمانات طويلة المدى أعتقد أنها تريد ضمانات دولية أن تكون قوات الدولية الموجودة في جنوب لبنان قادرة على وقف أعمال حزب الله قادرة على إزالة سلاح ومخازن وأنفاق وغيره كي تضمن هذه القوات فعليا وليس الدولة اللبنانية لأن إسرائيل لا تثق بالدولة اللبنانية أن تضمن هذه القوات الدولية أمن شمال إسرائيل وأمن السكان وأن فعلا تقوم بدورها بمراقبة الحدود وبمنع حزب الله من تجديد محاولاته لخلق مركز عسكري في جنوب لبنان أنا أشكرك جزيلا شكرا دكتور إليل هندي وساد العلاقات الدولية شكرا جزيلا أما الآن فإلى آخر تطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران شكرا جزيلا حذر وزير دفاع الإسرائيلي أفغالانت حذر إيران من أنها قد تتعرض لدمار يشبه ما يحصل في غزة وبيروت في حال ألحقت الأذى ببلاده كما قال جاء ذلك في وقت تستعد فيه للرد على هجوم صاروخي شنته تهران الأسبوع الماضي الإيرانيون لم يمسوا حتى قدرات القوة الجوية ولم يتضرر ثرب واحد ولم تتضرر طائرة واحدة ولا يوجد مدرج واحد لا يصنح بالإقلاع ولا يوجد ضرر على استمراريتنا ومن يعتقد أن محاولته بمهاجمة إسرائيل ستمنعنا من الرد عليه أن ينظر إلى ما يحدث في غزة وبيروت الأمور واضحة للغاية وعلى سلاح الجو مسؤولية كبيرة جدا في هذا الأمر جالان تضاف أن إسرائيل سترد على إيران في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة التي تحددها نحن أقوياء في الدفاع والهجوم وسنعبر عن ذلك بالطريقة التي نختارها وفي الوقت الذي نختاره وفي المكان الذي نختاره ما أقوله لكل من حضر هنا ليس مجرد بيان أو توجيه بل هو خطة عمل أنتم تعرفون ماذا تفعلون ونحن نعرف ماذا نفعل وفي النهاية سنعمل على تحقيق النصر في هذه الحرب وإعادة الرهائن وإعادة سكان الشمال إلى ديارهم عندما تتمتع دولة إسرائيل بقدرة ردع كبيرة من جانبها أعدت إيران خطتها للرد في حال شنت إسرائيل هجوما على أراضيها بحسب ما نقلت وكالة تسنيم عن مصر عسكري المصر قال أن إيران ستنفذ ضربة مضادة من دون تردد مضيفا أن إيران لديها بنك أهداف كثيرة داخل إسرائيل حسب تعبيره هذا وفادت وكالة مهر للأنباء بتعليق الرحلات الجوية في عدد من مطارات إيران حتى صباح الاثنين ونقلت الوكالة على المتحدث باسم منظمة طيران مدني الإيرانية قوله أن الرحلات ألغيت من الساعة التاسع اليوم إلى الساعة السادسة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل متعلقة بمسار صفقة أجهزة نداء بيجر وتفاصيل أخرى تتعلق بتنصط إسرائيل على حزب الله والتي تعود نحو تسع سنوات في أول عرض تم تقديمه لحزب الله قبل عامين بدى النوع الجديد من أجهزة النداء أبولو مناسبا تماما لاحتياجات الحزب جهاز قوي بطاريته قد تعمل لأشهر دون شحن ومصمم لتحمل ظروف ساحة المعركة وبالفعل أعجب قادة حزب الله بهذا الجهاز إلى الحد الذي جعلهم يشترون خمسة آلاف قطعة منه ويوزعونها على المقاتلين ولم يشك أي منهم في أن بين أيديهم وفي جيوبهم قنابل إسرائيلية ورد هذا في تحقيق جديد نشرته واشنطن بوست عن واحدة من أكبر عمليات الاختراق في التاريخ المعاصر وفق صحيفة واشنطن بوست بينما كان حزب الله يطور شبكات إلكترونية مقاومة للاختراق ولدت في إسرائيل فكرة ابتكار حصان تروادة للاتصالات شاملت تصميم أجهزة اتصال تبدو مثالية لمهام الحزب صممها الموساد بنفسه وجمعها في تل أبيب ومن ميزات هذه الأجهزة بطارية تخفي كمية ضائلة من المتفجرات القوية بدأت المرحلة الأولى من الخطة الإسرائيلية منذ نحو تسع سنوات حين تسللت أجهزة الاتصال الناسلكية المفخخة إلى لبنان بواسطة المسادة وكانت تحوي نظام إرسال يمنح إسرائيل إمكانية تعقب اتصالات حزب الله بشكل كامل الإسرائيليون اكتفوا على مدار تسع سنوات بالتنصط على حزب الله مع الاحتفاظ بخيار تحويل الأجهزة اللاسلكية إلى قنابل في أي وقت وانتهى الأمر بحزب الله بدفع أموال غير مباشرة للإسرائيليين مقابل القنابل الصغيرة الجزء الثاني من الخطة كان ترويج أجهزة اتصال أصغر حجما وبيعها عبر دولة ثالثة فإسرائيل كانت على دراية بأن الحزب لن يشتري من أمريكا أو أي حليف لها وفي عام الفين وثلاثة وعشرين بدأ حزب الله طلب كميات كبيرة من أجهزة أبولو التايوانية بما لم تكن الشركة التايوانية على علم بالخطة وتبقى مسألة طريقة وصول تلك الأجهزة لحزب الله عبر الوسطاء سرا غامضا آخر نذهب الآن إلى واشنطن ومعنا من هناك الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور سامير تقي دكتور سامير أهلا بك معنا في هذه الساعة الإخبارية ضمن التخطي على العربية برأيك ما الوقت والزمان المناسبين للرد الإسرائيلي على إيران مع الأخذ بأين الاتبار المخاوف الأمريكية والتحذيرات ربما أولا سيدتي تحية لكي شخصيا ولجمهوركم الكريم أعتقد أن الوقت أصبح حرجا بمعنى أنه ليس لدى إسرائيل الكثير من الوقت لأنها يفترض أن تسبت قدرتها الردعية في مقابل إيران لأن الضربة الإيرانية الأخيرة صحيح أنها لم تؤدي كما قال غالنت لم تؤدي إلى أضرار لكنها كانت تسير عدد من التساؤلات الاستراتيجية المتعلقة بما زل أطلق عدد كبير من الصواريخ وما زلوا أطلقت باتجاهات أماكن محددة وبالتالي نعم هناك سؤال طرحته إيران على إسرائيل وأعتقد أن عليها أن تجيب الجديد في الموضوع هنا هو أن الإيرانيين أصبحوا أكثر تحفزا بمعنى أنهم أصبحوا الآن في الوضع الراهن يميلون إلى أن لا ينتظروا بعد الضربة بمعنى أنه حتى يمكن أن نتوقع أنه بينما تجري أعمال ضرب للمواقع الإيرانية سترد إيران أوتوماتيكيا بمعنى أن هناك أهداف مقابل ولن يكون هناك انتظار والتشاور وضغوط ديبيوماسية وكل هذا الكلام بهذا الشكل يشكلون نوعا من الردع فيما يتعلق بنمط الهجوم الإسرائيلي على إيران وهذا عنصر إضافي جالنت الآن صور نفسه ووراءه الـ F35 وهي طائرة الشبح قاصفة وأيضا من الجيل السادس وعمليا يريد أن يرسل رسالة بأنكم لن تستطيعوا رؤيتنا ونستطيع أن نقصف مسافات بعيدة إلى آخره كل ذلك متوقع ولكن السؤال الرئيسي هو ما هو مصير الدفاعات الإيرانية وما هو مصير أيضا أنظمة الرادار وأنظمة القيادة والتحكم هل ستضرب إسرائيل مراكز قيادية فعلا هذا سيكون تصعيد كبير وأظن أن إيران لديها الآن تسلسل متدرج في طريقة الرد بحسب ما تتلقى أو ما تشعر أنها معرضة للخطر وهذا هو بحج ذاته الخطر كبير لأن هناك رد أوتوماتيكي بطبيعة حل سيكون هناك رد أوتوماتيكي ولكن دكتور سمير بانتظار الرد الإسرائيلي في البداية دائما أمريكا تعلن شعار مسألة تجنب الحرب الشاملة هل برأيك إيران وإسرائيل ستأخذان بعين الاعتبار من حيث الرد الإسرائيلي والرد الأوتوماتيكي الإيراني عليها حتى لا تندلع الأمور إلى حرب شاملة؟ الآن في هذه اللحظة هذا السؤال سؤال إسرائيلي أولا إسرائيل لا تستطيع أن تشن حملة شاملة استراتيجية على إيران لأنها بحاجة لعدة مقدرات ليست موجودة إلا إذا تعاونت الولايات المتحدة التعاون الأمريكي الإسرائيلي خاصة على المستوى العسكري وبغض النظر عن نتنياهو عالي جدا يومي لحظي وبالتالي نعم تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بأنها كلما انخرطت أكثر في تعاون متفاهم ومتفق على أهدافه مع إسرائيل فإنها تستطيع أن تلجم وتضبط هذا الاتساع ولكن تبقى المخاطر كبيرة وتبقى قضية البرسبشن يعني كيف ستفهم إيران الضربة؟ هل ستجد أن من الضروري أن توجه ضربة مضادة مؤلمة؟ لذلك أعتقد بأن هذا هو أيضا سؤال جوهري لأن جزء من شرعية النظام هو هذا الخطاب الظافري الذي يعلن أنه قادر أن يسحق إسرائيل خلال سبع دقائق أو كل هذا الكلام الآن نحن أمام لحظة حقيقة أنا أشكرك جزيلا الشكر من واشنطن الباحث في معهد شرق الأوسط في واشنطن دكتور سامير تاقي قال رئيس وزراء الإسرائيلي من يمين نتنيا أنه أبلغ الرئيس الفرنسي ماكرون بأن حضر السلاح على إسرائيل سيخدم إيران والمتحالفين معها من جانبي قال ماكرون أن أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بوقف إطلاق نار في غزة ولبنان كان ماكرون دعا إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لتجنب تصاعد التوترات في المنطقة ولكن هذه التصريحات وصفها نتنياه لاحقا بأنها وصمة عار من جانبي انتقد الرئيس الإسرائيلي إتسحق هيرتسوغ نظيره الفرنسي واعتبر في مقابلة مع العربية نيوز أن دعوة ماكرون لحظر تصدير السلاح لإسرائيل مخيبة في جهود دفاع عن مستقبل العالم على حد وصفه لقد شعرت بخيبة أمل إزاء هذا التعليق الذي أدل به الرئيس ماكرون لقد كانت لدي علاقة جيدة مع زعماء العالم الحر منذ فترة طويلة وأتوقع منهم أن يفهموا أننا نقاتل من أجل مستقبل العالم الحر نقاتل ضد قوى متطرفة لا تمثل في رأيه القيم الحقيقية للإسلام نقاتل ضد عدو يريد أن يحكم الشرق الأوسط بأكمله ولديه تطلعات تاريخية أيضا تجاه أوروبا والولايات المتحدة ونحن هنا لمنع ذلك مع حلفائنا نفت وسائل إعلام إيرانية الأنباء بشأن مقتل أو إصابة قائد فيلق القدس التابع لحرس ثوري إسماعيل قآني في الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت كما نفى مصر في فيلق القدس لوكالة أنباء الطلبة سفر قآني إلى بيروت أو حتى توقيفه في لبنان من جانبه قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن قآني في صحة تامة وأنه لا يجوز الاستماع إلى الإشاعات حسب قوله هذه التأكدات غير الرسمية جاءت بعد أن أصبح اختفاء قآني لغزا أمنيا كبيرا ويثير تساؤلات حول مصيره كانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن قآني ظهر آخر مرة في بيروت الأسبوع الماضي أي بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية بهذه الصورة كان آخر ظهور لقائد فيلق القدس إسماعيل قآني في بيروت معزيا باختيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعدها اختفى قآني عن الأنظار بشكل كلي ما أثار التساؤلات حول مكانه وسبب غيابه في هذه اللحظة الحريجة بالتحديد ثلاث فرضيات حول مصير قآني تداولتها وسائل إعلام ومصادر إيرانية عملية اغتيال تعرض لها مع عدد من القادة في بيروت وربما هذا أفضل السيناريوهات لطهران فالسيناريو الآخر يحمله المسئولية عن الاختراقات الإسرائيلية التي تعرض لها حزب الله مؤخراً وأنه أو أحد أعوامه متورط في التجسس لجهة خارجية أما الفرضية الثالثة فهي الاعتقال على خلفية التحقيق من المثير للجدل عدم وجود تعليق رسمياً إيراني بخصوص قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إذا كان بخير فإن أفضل طريقة لتأكيد سلامته هي نشر فيديو له في وسائل الإعلام يبدو أن هناك تكتماً واضحاً القناة الإيرانية الثالثة نفت فرضية مقتل قائد فيلق القدس في لبنان لكنها لم تبرر سبب اختفائه أما بالنسبة لفرضيتي التجسس والتحقيق فيبقى باب التكهنات مفتوحاً على مصرعيه لسيما أن طهران كانت قد أعدمت النائب الأسبق لوزير الدفاع الإيراني علي رضا أكبر عام 2023 بتهمة التخابر مع جهة أجنبية إضافة لتفكيك عدد من شبكات التجسس في مواقع ومناصب مختلفة يذكر أن حزب الله وإيران ما زالا يحققان في سلسلة الاختراقات التي تعرض لها الحزب وأدت إلى عدد كبير من الاغتيالات أمل أنفى إلى تطورات الوضع في غزة عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي لواء يارون فينكلبان إن قواتي في حالة أهب قصوى عشية الذكرى الأولى للحرب جاء ذلك فيما نشر الجيش الإسرائيلي مزيداً من القوات قرب القطاع نحن في مستوى عالي للغاية من الاستعداد للأيام القادمة وفي حالة تأهب قصوى ويقذة عالية الجهود العملياتية هنا في شمال ووسط قطاع غزة نجحت للغاية في الضربات النارية مع العديد من الاستهداف والضربات لعناصر حماس هذا وعلن دفاع المدني في غزة اليوم عن مقتر سبعة عشر شخصاً على الأقل بينهم تسعة أطفال من عائلة واحدة وذلك في غارات إسرائيلية على جباليا شمالي القطاع هذا وتوغلت دبابات إسرائيلية شمال غزة لأول مرة منذ شهور فيما أصدر الجيش أوامر للسكان بإخلاء المنطقة في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل أوضح متحدث باسم الجيش أنه تم اعتراض إحدى القذائف بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة وبعد عام من الحرب على غزة لا تزال الأسئلة تتوالى حول هجوم السابع من أكتوبر ترجمة نانسي قنقر